اشتركوا في القناة ونسلموا على الذي أهدى إلينا الاستبصار مفروغا منه ولم يحوجنا إلى البحث بالمقاييس عنه سيدنا محمد النبي الرسول الزكي الصفي وعلى آله وصحبه وتبعه من سري وملي وبعد فقد وقفنا في الحصة السابقة عند قول الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا صحاب هما قد شرحنا هذا صحاب هما مع حفصهم وقد شرحنا أيضا هذا والآن نشرح ماذا صحاب هما مع حفصهم عم نافع هذه ترجمة أخرى هذا رمز كلمي آخر وهو قوله عم فعم رمز لمن لنافع والشام إذا اتفق الإمام نافع وابن عامر الشامي في خلف قرائي فإن الرمز يكون عم جميل وأشار بعم إلى عموم هذا المنح القراءة أو هذه الرواية التي من هذين المصدرين مثال ذلك من الشاطبية قوله وعم بلا واوي الذين وعم بلا واوي الذين في قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا في صورة ماذا في التوبة والذين اتخذوا مسجدا الذين اتخذوا مسجدا أيضا إذن قال وعم بلا واوي بلا واوي الذين يعني نافع وابن عامر يقرآنها ماذا الذين اتخذوا وعم فتن قصر السلام مؤخرا وعم فتن مثلا إلى آخره نريد المثال فقط لا نريد شيئا آخر وسأتينا هذه الأشياء مشروحة مبسوطة في محلها بإذن الله فلا نطيل بذلك ثم بعد ذلك يقول سما في نافع وفت العلا ومك لا بد أن تقرأوا الحرزة أو المنظومة قراءة علمية قراءة عندنا قراءة عروضية وقراءة علمية إذن قال سما في نافع وفت العلا ومك إذا اتفق من نافع ومن وابن كثير هكذا على الترتيب وابن كثير وابو عمر لأنه لا بد أن نقدم ابن كثير لأنه شيخ لمن يا أبي عمر أيضا لأن أبو عمر انتقل قراء على ابن محيص وقراء أيضا على ابن كثير إلى آخره فهو يعتبر من من تلامذته وهذه القراءة أيضا كان يرمز إليها مشايخنا في أول ما كان يرمز إليه عند المغاربة الأولين بسماء فكانوا يفردونها يفردونها لجلال قدرها ولحسنها وحسن تأتيها ولتميزها ولنميازها أليس كذلك جميل فإذا اتفق نافع إمام أهل المدينة مع ابن كثير إمام أهل مكة مع الإمام أبي عمر فإن الرمز يكون يكون سماء والأمثلة على ذلك كثيرة كما في قوله وآئمة وسهل سماء وصفا إذن يسهلها من أهل سماء الذين هم من نافع وابن كثير وأبو عمر وفيها أيضا الإبدال وسيأتينا من طرق أخرى بإذن الله تعالى إذن إذا اتفق نافع وابن كثير ومن هذه الأشياء إنما أراجعها معكم وإلا قد أخذناها بالتفصيل الكامل ها وأبو عمر إذا اتفقوا في حرف من أحرف الخلافة إن الرمز يكون ماذا يكون سماء ومثلنا لذلك بأمثلة كثيرة بعد ذلك يقول ماذا وَسَمَا فِي نَافِعٍ وَفَتَى الْعَلَى وَمَكِّيهِ انتهت الترجمة وَحَقٌ فيه وَحَقٌّ فيه في من سبع مكثير أعيد البيت وَحَقٌّ فيه وَحَقٌّ فيه العود على من فيه من هو مكي مكي أحسنت ابن كثير وَحَقٌّ فيه ها وَابن العلا إذن إذا اتفق أبو عمر ابن العلا مع من مع المكي الذي هو ابن كثير فإن الرمز يكون ماذا يكون حق ومكي وحقٌ فيه وابن العلا بالكسر لماذا كسرنا عطفاً على ماذا على الضمير المجرور فيه فيه وفي ابن العلا ابن العلا إذن إذا اتفق أبو عمر ابن العلا مع من مع المكي الذي هو ابن كثير فإن الرمز يكون ماذا يكون حق ومكن وحق فيه وابن العلا بالكسر لماذا كسرنا عطفا على ماذا على الضمير المجرور فيه وفي ابن العلا هذا التقدير فيه وفي ابن العلا لكنه عطفه على الضمير المجرور فيه بغير إعادة الخافض بغير إعادة الخافض يشير إلى قراءة ماذا إلى جوازه عند من قرأ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وهو من حمزة وحمزة يقرأ بخفض الأرحام سيأتينا في حجية القراءة إن شاء الله في قول الشاعر فاذهب فما بك والأيام من عجبين فاذهب فما بك والأيام من عجبين أي فاذهب فما بك وبالأيام عطفا على المجرور بغير إعادة الخافض أحسنتم إذن قال ومكن وحق فيه وابن العلاء إذا اتفق من؟ ابن كثير مع أبي عمر على خلف قرائي فإن الرمز يكون ماذا؟ يكون حق نأتي بمثال نشاطبي في قوله فتذكرة وخففوا فتذكرة حقا خففوا من؟ خففوا فتذكرة حقا إذن يقرأ مك ابن كثير الذي هو ابن كثير وأبو عمر يقرأان ماذا؟ فتذكرة حقا فتذكرة وهو المرموز إليهم بقوله حق لا نريد أن نطيل في هذا نعم تابعوا وقل فيهما وليحصب وقل فيهما من هما؟ العود على من؟ على ابن كثير وأبي عمر إذا اجتمع مع من؟ وقل فيهما وليحصب من هو؟ هو ابن عامر الشامي إذن إذا اجتمع المكي ابن كثير مع أبي عمر مع مع اليحصبي الذي هو ابن عامر شامي فإن الرمز يكون ماذا؟ يكون نفر يرمز ويرمز إليهم بنفر إذا اتفق هؤلاء الثلاثة في خلف في القراءين فإن الرمز يكون ماذا؟ يكون على على مصطلح أو على كلمة نفر كما أرادها الإمام الشاطبي والنفر ثلاثة وهم ثلاثة أيضا أليس كذلك؟ النفر ثلاثة وهم ثلاثة مثال ذلك وَعَا نَفَرٌ أَرْجِئُهُ بِالْهَمْزِي سَاكِنًا وَعَا نَفَرٌ أَرْجِئُهُ بِالْهَمْزِي هذا مثال فقط إنما نريد أن وفي أحصن عن نفري مثلا العلا وفي أحصن عن نفري العلا فهنا من الذي يقرأ أحصن أو أحصن كيف تعلمون ذلك؟ قال قبله وَضَمٌ وَكَسْرٌ فِي أَحَلَّةِ ضَمٌ ماذا؟ ها؟ يضم ماذا؟ الهمز نعم في أحل وَكَسْرٌ أَين؟ في الحاء ضَمٌ في الهمز وَكَسْرٌ في الحاء فنقول أحل على البناء للمفعول أليس كذلك؟ ونأخذ من هذه الترجمة أنه يريد في أحصن أيضا أليس كذلك؟ لأنه عطفه عليه يرجع إليه إذن نقول أحصن لمن؟ 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 للمموز إليهم بعن نفر العلا في أحصن عن لأن الرمز أيضا لمن؟ لحفص في عن ونفر هذه التي نريد والآلف من من كلمة العلا لمن؟ لنافع وسيأتين هذا عندما يكتنف الرمز الكلمية رمزان من من رموز الانفراد أو الاجتماع أي من الرموز الحرفية التي يرمز بها للقراء منفردين أو أو مجتمعين فهذا من أمثل أمثلته وسيأتينا إذن قال ماذا؟ وفي أحصن عن نفري عن نفري العلا ماذا قال من قبل ضم وكسر في أحل في أحل صحابه صحابه هم الذين يقرؤون كذا وجوه وفي أحصن عن نفري عن نفري العلا وسيأتينا مفصلا بإذن الله نعم تابع وحرمي المكي فيه ونافع حرمي المكي فيه ونافع حرمي نسبة إلى ماذا؟ إلى الحرم على غير قياس على قول لأن المفرد حرم الحرم هكذا بالفتح فهو على هذا النسبة إلي على غير قياس إذا قلنا حرمي أليس كذلك؟ والقياس أن نقول حرمي حرمي أليس كذلك؟ ولكن لا نريد هذا هنا لشبهة عند بعض المشارقة فنقول حرمي ومنهم من قال بأن في الحرم لغة وهي الحرم الحرم أيضا لغة في في الحرم فعلى هذا فالنسبة إليه بحرمي على القياس قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها وأمست بلاد الحرم هي لغة في الحرم أيضا وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها فالنسبة إليها على حرمي أيضا هي على القياس على هذا الشاهد ماذا قال حسان بن ثابت؟ وأمست بلاد الحرم لمن يكتب وحشا بقاعها لغيبة من كانت منه من الوحي تعهده وأمست بلاد الحرمي وحشا بقاعها لغيبة من كانت من الوحي تعهده إذن إذا اتفق الإمام نافع وهو إمام دار الهجرة في القراءة وشيخ للإمام مالك أيضا تعرفون هذه الأشياء؟ فالإمام مالك أخذ القراءة عن الإمام نافع فالإمام نافع إمام دار الهجرة في القراءة والإمام مالك إمام دار الهجرة في الفقه والحديث أيضا نعم فنافع إمام حرم المدينة وابن كثير إمام حرم مكة فإذا اتفق في خلف فإن الرمز يكون ماذا؟ يكون حرمي قلنا على القياس لقولي حسان بن ثابت رضي الله عنه وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها نعم لغيبة من كانت من الوحي تعهد مثلا عند الإمام الشاطبي حيث يقول تزكى تصدى الثاني حرمي أثقل تزكى في صورة النازعات إلى أن تزكى تزكى وتصدى في الصورة التي بعدها وهي صورة عبسة يقول فأنت له تصدى قال الإمام الشاطبي تزكى تصدى الثاني ماذا يقصد بالثاني؟ يقصد الحرف الثاني يعني الحرف الثاني من تزكى وهو الزاي فنقول تزكى ويقصد الحرف الثاني من وهو الصاد من تصدى وهو الصاد فنقول تصدى إذن عندنا قراءتان في تزكى وتصدى قراءة الحرمي وهما الإمام نافع ومن؟ وابن كثير نافع وابن كثير هذا لا يخفى على أحد أبدا إذا اتفق الإمام ابن كثير والإمام نافع على خلف قرائي فإن الرمز يكون ماذا؟ حرمي يكون حرميا أليس كذلك؟ إذن فالنسبة إلى الحرم كما قلنا على القياس حرمي وحرمي أيضا كما هو قياس في حرمي يكون قياسا في حرمي على البيت الذي أنشدناه لحسان ابن ثابت وعلى اللغة التي وردت أيضا في الحرم بأنها حرم أيضا وقلنا في قول الإمام الشاطبي تزكى تصدى الثاني حرمي أثقل وبعد ذلك قال الإمام الشاطبي ماذا؟ وحصن عن الكوفي ونافعهم على وحصن عن الكوفي ونافعهم على الكوفيون تعرفون من هم؟ عاصم وحمزة والكساء نتحمل الإعادة لتتقنوا فقط لتتقنوا إذن إذا اتفق هؤلاء الكوفيون مع من؟ مع الإمام نافع فإن الرمز يكون حصنا وفعلا لأنه اجتمع في الحقيقة اجتمعت مدرسة الحجاز مع مدرسة الكوفة الكوفة فهو حصن لمن تحصن به أيضا رضي الله عنه وأرضاه مثال ذلك ما مثال ذلك؟ وفي المخلصين مثلا وفي المخلصين الكل حصن تحمل وفي المخلصين الكل حصن تحمل قلنا من قبل وفي كافة حلام في مخلصا ثوى أليس كذلك؟ قال وفي المخلصين وفي المخلصين أي المعرف المعرف ولا يرد عليه ما يرد في صورة غافرين مثلا والزمر وسيأتينا إلى وسنأتي إلى هذا بالتفصيل وإنما نريد الآن التمثيل والتدليل على على ماذا؟ على الرمز فقط نريد التدليل على على الرمز فقط إذن قال وفي المخلصين الكل حصن بماذا؟ بفتحي؟ بفتح الله إذن ترجمة على فتحي اللام كما تقدم عند من؟ عند ثواء عند الكوفيين الثلاث وفي المخلصين اتفق معهم من؟ اتفق معهم؟ جميل إذن قال ماذا؟ وفي المخلصين الكل حصن وفي الحق الحصن يتحمل أيضا أليس كذلك؟ يتحمل قوة الخلف وقوة الوجه في العربية لأن هناك فرقا بين المخلص والمخلص سنتعرض إليه بالتفصيل في حجية القراءة فرق بين من أخلص لشيء بين من أخلص ليكون مخلصا ومن أخلص ليكون مخلصا هذا فرق كبير وسيأتين بإذن الله تعالى في التوجيه وفي أيضا في قوله وينفع كوفي وفي الطول حصن وفي قوله حصن تطول إلى آخره ونطيل بهذا قال ماذا بعد ذلك؟ هنا أنهى ماذا؟ أنهى الرموز الكلمات التي جعلها التي جعلها رمزا للقراء مجتمعين جعلها رمزا للقراء مجتمعين وهي وهي قولوا صحاب وصحبة وعم وسماء وحق وحصن ونفر وحرمي هم ثمانية ورموز ثمانية ورموز ثمان أليس كذلك؟ جميل أعيد لي هذه الكلمات صحبة صحاب سماء حق نفر عم حصن حرمي نعيد ما قاله الإمام الشاطبي تبركا واستيقانا نعم يقول ماذا؟ قال ومنهن للكوفي ثاء مثلث وستتهم بالخاء ليس بأغفلا عنيت الأولى أثبتهم بعد نافعين وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا وكوف مع المكي بالضاء معجما وكوف وبصر غينهم ليس مهملا وذنقت شين للكساء وحمزة هنا انتهت الترجمة الأولى الرموز الحرفية التي تدل على القراء مجتمعين فبدأ بي بالرموز الكلمية بالرموز الكلمية وهي قال وقل في حمزة والكساء مع شعبة صحبة تلا صحاب هما مع حفصهم عم نافع وشام سما في نافع وفت العلى ومك وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما وليحصى بي نفر حلا وحرمي المكي فيه ونافع وحصن عن الكوفي ونافعهم على ثم قال رضي الله عنه ورحمه ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي وقضي بالواوي فيصلا ماذا يريد بالكلمة؟ ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة أقسام الرموز وأشكال الاحتجاج بالرمز وأشكال الترميز هي على ثلاثة أنماط وثلاثة أقسام القسم الأول من أبي جاد رمز حرفي جعله رمزا لمن؟ لمن؟ للقراء منفردين منفردين والتزم أن يجعله في آخر الترجمة لقول الإمام الشاطبي ومن بعد ذكر الحرفة أسمي رجاله حينما يأتي بالخلف مقيدا بلفظه أو بما شاء أن يقيده يعقبه بماذا؟ بماذا؟ بالرمز بالرمز الحرفي الذي أو بالقارئ الذي يدل عليه رمزه فإذا كان رمزا حرفيا فإنه يجعله في آخر الترجمة أي بعد الخلف ولا يجعله قبله أبدا أليس كذلك؟ وكذلك إذا كان الرمز حرفيا ويرمز به لمن؟ للمجتمعين كالثاء والشين والغين والذال والضاي أيضا يجعلها بعد ماذا؟ بعد الخلف أيضا لكن الرموزة الكلمية التي هي حصن وما إليها لا يلتزم فيها أو في وضعها أن تكون قبل الخلف أو بعده لماذا؟ لأن كلمة صحبة وصحاب ونفر وعم وحق مثلا وحصن لا تختلف فهي مأمونة أليس كذلك؟ لا لبس فيها ويقولون إذا أمن اللبس جاز فراوح بين وضعها حسب ما حسب ما يتيسر له وحسب ما يسعفه الوزن فربما يأتي بها قبل قبل الخلف وربما يأتي بها بعد الخلف إلى غير ذلك قال قال ماذا؟ وسيأتينا تفصيل هذا فيما بعد ومهما أتت من قبل أو بعد إذن الرموز الحرفية سواء التي يرمز بها إلى القراء منفردين أو التي يرمز بها إلى القراء مجتمعين مثل الباء والجيم وكذا ومثل الكاف والغين والضاء وكذا فإذا أتت مع الرموز الكلمية فإنه ماذا؟ لا تلتزم هذه الحروف الموطنة الذي كان يعهد لها منفردة كانت توضع ماذا؟ بعد الخلف لكن إذا اجتمعت مع الرموز الكلمية فإنها تتبع لوضع الرمز الكلمي فربما تأتي في أول الكلم وربما تأتي في آخر الكلم إلى آخره لماذا؟ لماذا؟ لأن اللبس أمن فنعلم أن هذا الرمز أمن لبسه لأنه أضيف إلى نفر مثلاً أو إلى صحاب أو إلى صحبة وإلى حصن وإلى فلا يلتبس بغيره أنه رمز قال ماذا؟ وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به الحرف يقصد به ماذا هنا؟ قلنا الحروف من حروف أبي جاد والحروف الروادف إذن إذا أتى معها أو ورد معها رمز كلمي فقد تتأخر وتتقدم فتكون معها وتكون مصاحبة لها ومضارعة لها سواء تقدمت أو تأخرت يعني تكون معها تقديماً وتأخيراً وسيأتينا تفصيل هذا بإذن الله تعالى وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر